وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية ثونائية لمبادلة العملة تطيح للطرفين مقايدة الجنيه المصري والدرهم الإماراتية بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرية و 5 مليارات درهم إماراتية وقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ومحافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بلعيني من جنبه أكد محافظ البنك المركزي المصري أن التوقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بما يدعم أواصل التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات خاصة أن عملية المبادلة للعملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين أعلنت وزارة البترول أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات لوضع اكتشاف الغاز على خريطة الانتاج أضفت أن تلك الاكتشافات أدت إلى تزايد مساهمته كمصدر أساسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك أوضح وزير البترول وثارة المعدنية طارق الملة تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصنعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ما توليه الدولة لاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة التي تخدم بدورها أيضا التزامة مصر الدولية بخفض الانبعاثات في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط مع زيادة التوقعات بأن تبقي الاقتصادات الغربية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لتصدي لتدخم لا ينحسر وترجعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 59% إلى 95 دولار و 98 سنت لفميل في حين انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تاكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 93% إلى 92 دولار و 81 سنت كما ارتفعت أسعار المزوط عالميا بنسبة 17% لتصل إلى 3 دولار و 26 سنت للتر هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 42% لتسجل حوالي دولارين و 95 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد الكريملين أن روسيا لم تناقش مع مجموعة أوبيك بلس التي تضم كبار منتجي النفط زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن الحظر الروسي لصدرات الوقود وعانت روسيا من نقص في البنزين والديزل في الأشر القليلة الماضية وتأثرت سوق الوقود في روسيا وهي من كبار منتجي النفط في العالم تأثرت بعوام من بينها أعمال وصيانة في مصاف النفط واختناقات بسكك الحددية وضعف الروبل مما يحفز صدرات الوقود وخفضت روسيا أيضا امداداتها من النفط حيث وعدت بتقليص صدرتها من النفط الخام إلى 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعملات وصعد المؤشس داكس الأوروبي بنسبة 1 من 10% بعد 5 جلسات متولية من الخسائر ارتفع المؤشس داكس الألماني 2 من 10% زادت الأسهم في إيطاليا 2 من 10% رغم خفض الحكومة الإيطالية توقعتها لنمو الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل وراف المستهدف من عكز الموازنة حيث احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربية وذلك تحت شعار معن لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائية حضر الاحتفالية عدد من المسؤولين للزراعيين من مصر ودول العربية الاحتفالية توقعت دازامنا مع التحديات المتعاظمة التي حدث تأثر التغيرات المناخية الرهنة انطلاقا من الدور الهام لقطاع الزراعة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل للدول احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربية تحت شعار معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي الاحتفال جاء برعاية وزارة الزراعة وحضور عدد من مسؤول القطاع الزراعي في مصر والدول العربية الذين أكدوا أن الاحتفالية تأتي في ظل وجود تحديات متعاظمة جراء التغيرات المناخية علاوة على تحديات أخرى تحتم العمل والتشارك والتنصيق في سبيل تعزيز مرونة النظم الغذائية العربية نعلم جميعا التحديات التي تصاحب النظم الزراعية صاحبة الريادة والسيادة في توفير القزاء للعالم والإنسانية لذلك حريم بنا أن نقف وقفات جادة في كيفية تمكين هذه النظمة الزراعية من الاستدامة والمحافظة على مقدرتها على الصمود لذلك هذا اليوم مميز جدا لأن التحديات أيضا في عالمنا اليوم تحديات كبيرة فلا بد لنا من وقفات اعتبارية الأهمية تكمن أنه يأتي ضمن الإرهاصات الإيجابية التي تقوم بها جامعة الدول العربية من خلال اللقاء التشاوري أنا أعتبر قمة زراعية بامتياز حدثت بالأمس في الجامعة العربية بدعوة كريمة من عام الجامعة لوزراء الزراع العرب ونتج عنها عدد لا بأس به من التوصيات الأبرز فيها هو موضوع الأمن الغذائي كأولوية في عالمنا العربي الاحتفالية شهدت ورشة عمل حول بناء أنظمة زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي لتناول جهود الدول العربية في مجال تعزيز مرونة النظم الزراعية الغذائية ودور المنظمات العربية والإقليمية والدولية في دعم جهود الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة الصدمات والأزمات هذا الاحتفال، احتفال الزراع اليوم العربي للزراعة احتفال مهم جداً لأنه يأتي في إطار هذه التحديات بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية فهذا الموضوع شقالين فيه له فترة وفي قرارات صدرت من قمة الجزائر والآن دخلين على التحضيرات للقمة التنموية الاقتصادية ستكون في نواكشوت وهذه القمة ستكون بعنوان الأمن القزائي تغيرات المناخية هي تحدي كبير للعالم بشكل عام وبما فيها البلدان العربية ولذلك كل المنظمات الدولية تشعر أنها شريكة في مواجهة هذه الظاهرة التي أضرت حقيقة بالأمن الغذائي هذا الأمن الغذائي الذي يعتبر هو أمن قومي وسلطة مطلقة لكل الشعوب هناك جهود تبدل في الإجماع العربية بشكل عام هناك أوراق عمل قدمت محوظة تنفيذ وهناك إجراءات تم العمل عليها خلال الفترة السابقة وأمس تدللت هذه الجهود بتمغض عنها مجموعة من القرارات أهمها تشكيل لجنة عربية هامة برئاسة المملكة العربية السعودية لدول الأعضاء في المنظمة العربية للوقوف على أهم التحديات الإقليمية والعربية والأمن الغذائي الذي أصبح يهدد العالم أجمع والمنطقة العربية بشكل عام احتفالية هامة تأتي في وقت تتمتع فيه مصر بنهضة زراعية كبيرة تحدث عنها الحضور حيث أشادوا بجهود الرئيس السيسي في زراعة 100 مليون شجرة ومشروعات الريف المصري فضلا عن مشروعات زراعية أخرى جعلت من مصر تجربة فريدة وهامة في القطاع الزراعي تمكنت من وضع حلول للوصول لأنظمة غذائية مرنة وشجعت على الاستثمار في قطاع الزراعة محمود جميل التلفزيون المصري